بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة القراءة هذه الحصة تمثل الحصة الثانية والتي سنجيب من خلالها عن أسئلات أركب وأقوم إذن في الحصة السابقة نعم نتناول نص الشعري رأناه قراءة شعرية معبرة أجبنا عن أسئلة أفهم وأحلل في هذه الحصة سنجيب عن أسئلات أركب وأقوم إذن قبل المرور إلى الإجابة عن الأسئلة سوف نعيد قراءة النص الشعري جمال المغربي يا بلادي يا جنة الأرض تيه صاغك الله للجمال مثالا عشبك الأخضر الندي بصاط يا له طاب للنسيم مجالا أينما حل زائر في بلادي يبصر الفن والرؤى أشكالا يا بلادي يا ذات حسن بديع أنا من ذاب في هواك وغالا حلم باسم يداعب روحي أينما ما لناظري أين جالا وإذا بأرى عجائب سحر في الرواب تمثلت شلالا وإذا بالشعاع يخترق الجو فتبدو المروج أصفى جمالا ورشاش الشلال يلمع في الضوء كحبات لؤلؤ تتلالا والربيع الجميل والشرب الخضر فرقت مشاهدا وضلالا إذن الشاعر هو علال هاشمي الخياري هو شاعر وباحث مغربي معاصر هو شاعر مغربي إذن فالقصيدة الشعرية تتغنى بجمال المغربي يتغنى الشاعر بسحر وجمال المغربي يصف الشلالات يصف المناظر الطبيعية في فصل الربيع آخره من المناظر الطبيعية إذن نمر بعجالة للإجابة عن أسئلة أركب وأقوم إذن السؤال الأول لدينا أعطي النص عنوانا آخر إذن عنوان القصيدة الشعرية هو جمال المغرب سوف نعطي عنوان آخر نعم هذا العنوان يكون جامعا مضموني النص من العناوين التي يمكن أن نقترحها للنص ممكن أن نقول مثلا سحر بلادي أو نقول بلادي جنة الأرض أو بلدي ليس كالبلدان أي أنه متميز عن باقي البلدان نعم السؤال الثاني أعبر عن أفكار البيتين الأخيرين بجملتين تعبرين عن مضمون البيتين الأخيرين إذن ماذا لدينا في البيتين الأخيرين كمضمون أو كمعنى للبيتين الأخيرين يتلألأ رشاش الشلال بين أشعة الشمس كأنه اللؤلؤ ثم وزين فصل الربيع كذلك تحدث عن فصل الربيع زين التلال والهضابة فأصبحت خضراء تصر الناظرة إليها إذن هذا كمعنى نعم ومضمون البيتين الأخيرين السؤال الثالث أحدد البيت الشعري الذي أطار إعجابي أكثر من غيره إذن هنا في القصيدة الشعرية في الحقيقة هناك عدة أبيات كثير إعجابنا نظرا للوصف الذي يقدمه الشاعر هو يتغنى بجمال وسحر المغرب إذن ماذا يمكن أن نقول نعم لدينا البيت يا بلادي يا جنة الأرض تيهي صاغك الله للجمال مثال هذا بيت رائع عندما يصف الشاعر المغرب بجنة الأرض تيهي أي افتخري لقد صاغك الله للجمال مثال أي أن الله أعطاك مثال للجمال حلم باسم يداعب روحي أينما مالنا أينما مال ناظري أين جال كذلك هنا الشاعر يصف إحساسه وشعوره عندما يرى محاسة التي يتميز بها المغرب عن سائر البلدان السؤال الرابع أركب جملا تنتهي بآلا لدينا هنا نقط شلالا ثم نقط مجالا سوف تعطونا جملا نعم تتضمن شلالا ثم مجالا إذن هنا كمثال يمكن أن نقول مثلا يخترق الضوء شلالا اتسع وميضه مجالا هنا كمثال فقط خامسا أصوغ بيتا أذكر فيه بعض محاسن المغرب أنتم تصوغون بيتا شعريا تذكرون فيه محاسن المغرب وجمال المغرب إذن كمثال فقط هنا أنا أعطيت مثال نقول مثلا بلادي ساحرة الألباب تيه صرت للزائر بثينة جمالا السؤال السادس أتحدث عن محاسن منطقة سياحية باختصار إذن تختارون منطقة سياحية ونعم تتحدثون عن محاسنها أنا أعطيت هنا كذلك مثال بمدينة إفران من المناطق السياحية الجميلة نجد مدينة إفران الملقبة بسويسرا المغرب كما يسمونها وهي من أنظف المدن على الصعيد العالمي فمدينة إفران هي مدينة نظيفة نعم ودات جودة عالية في النظافة حيث تشتهر بمبانيها وفنادقها ومناظرها الطبيعية كالجبال والغابات والمحطات السياحية التي تستقبل الزائر شتاءا وصيفا إذن هذا كان باختصار نعم وصف لمنطقة سياحية أنا اخترت مدينة إفران أنتم تختارون ما شئتم من المناطق السياحية المغربية وتعددون محاسنها وجمالها إذن هذا كل شيء فيما يتعلق بالحصة الثانية أسئلة أركب وأقوم أطرب لكم موعد في حصة مقبلة بحول الله أشكركم على انتباهكم دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة